هل تخبروني بالشارع؟ لماذا رموكي بالشارع؟ رموني بالشارع؟ أعتبروا أنه... أنه عندما أغتصت... أنا أغتصت أستاذ مالك، أنا لم أرحت بمزيجي كيف كان عمرك؟ شي مش بالعمر، كان عمر 17 لماذا تقولي مش بالعمر؟ لأنه أنا من ضياء هيدا الشي ما بفهمه كيف فهمو؟ امرأة تعرض للتحرش؟ أنه خلاص، أنا وطيت له الرأسهم صاروا أنه... أنه معد... يعني كيف أنه بلا كرامي أنا من القصة بلا كرامي وهن أولاد عمي أولاد عمي بلا كرامي كل الناس أقلها تحكي بالشرف إلا أنه لا يحق لهم قاطبتاً يعقب الشرف بما فيهم على رأسهم أختي أولاً لهي وجوزة كابوني بالشارع لا يعدوا يستحلوا بايت باية زدتوني بالشارع ما فكروا أنا من يستغلني من يعد معي من ينام معي لا شو أتعرض فكروا هن يناموا على فرش ويتغطوا بحرام بليام الساقة بس أنا وين سير ما فكروا فيه هيدا قطعاً يعني أعتبروك هيتواطر لأنه لأنه هتوصمت هتوصمت وقتت كرامتنا هيدا حجة استعملوها أستاذ مالك استعملوا حجة يعني الضحية البنات أنا الضحية وإني الجلاد راموني طفلي بالشوارع صقوا سلطة البارات للتعرض بيعوني بيعوا جسدي نهاش ولحمة هيدا برقبة مين برقبة مين؟ مين نهاش لحمك؟ ما تجهروا فيي مين؟ نزلوا ما أنا بعرفون زعبوني 12 ونص من بات أهلي مين زعبك؟ أختي وجعوزة ليستولوا عالبيت لحتى ما يطلع لي الشي راميوني 12 ونص بالليل يا بأ استاذ مالك من طلال الوقت طلش دهر البيتر مسكر ليش طولوا على أملك بيك بيك وين؟ بابا منهم متوفي ما عندي لأ أبو الله بايو لأخاي بيك أين توفى؟ صروا شي 33 سنة خمسة وطلطة أكشي ما عرفش بالزابط معي أنا قبر بيك بالصورة بالصورة؟ ما زرتي؟ ما بطلع ضياء ما ودحتي بيك؟ لا ما حضرت عزي ما ودحتي بيك؟ ما حضرت عزي يا ستازمالي ما ودحتي جدا ما ودحتي بيييه ما ودعيه ما ما ودحتي بنزال أمي وغدر بأمي بيتبحني وبيوضر فيي ايه